من أكثر المشروعات الزراعية اللي تم التركيز عليها خلال الفترة الماضية كان مشروع الصوب الزراعية في مدينة العاشر من رمضان واللي بيأتي طبعا ضمن خطة الدولة الإصلاح الاقتصادي اللي طبعا انتهجها الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهضة بقطاعي الزراع واستصلاح الأراضي الزراعية طبعا المشروع اللي أكلم حضركم أكثر عن المشروع هو بيقام على مساحة 34 ألف فدان بالتعامل ما بين القوات المسلحة وإحدى الشركات الصينية وإحدى الشركات الأسبانية خلينا نتعرف أكثر عن المشروع من خلال ضفنا النهاردة أستاذ محمد صبحي الخبير الزراعي صباح خير يا فندم صباح النور خلينا نتكلم في البداية خالص الأسباب اللي دفعت الدولة لإقامة مثل هذه المشروعات ومثل هذه الصوب الزراعية اللي شفناها طبعا على الشاشة في مدينة العاشر من رمضان بسم الله الرحمن الرحيم هو طبعا من نجي نتكلم على الأسباب اللي دفعت الدولة أن هي تتبنى مشروع زي المشروع الصوب الزراعية اللي هو يعتبر من المشاريع القومية المهمة جدا زيها زي أي مشروع تاني ففي أسباب كتير هي اللي دفعت الدولة أن هي تتبنى المشروعات بنفسها ومن أهم الأسباب ديت اللي هو الأمن الغذائي صحيح فالأمن الغذائي دوت شيء يعني قومي لابد أن الدولة بتنتهج نهج أن هي طبعا إيه تحافظ على الحصارات الزراعية تكون في طول السنة في صورة معروضة في السوب بيكونش فيها أزمات أو يكون فيها الاتفاع في الأسعار أو إلى آخر مكان طبعا فدي معادلة صعبة أن هي تتم عشان خاطر ظروف الجوية اللي بتبقى مختلفة خلال السنة وأكتر الأوقات اللي بيتم فيها الأزمات ديت بيكون في أشهر الشتاء اللي هي من أول نوفمبر لعند شهر إبريل فبالتالي ده ظروف جوية بتبقى صعبة فلابد أن أنا أبدأ أعمل صواب زراعية بحيث أن أنا أتحكم في الظروف الجوية المحيطة بي عشان أكون عندي ما حصل طول السنة عشان أكون عندي ما حصل طول السنة ما في البداية ذكرت أن هي لها أكتر بخطة الدولة أنت هاجتها عشان الإصلاح الاقتصادي نحن نكون عندنا زي ما عليكم لا ده 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 أول سبب أنا أتكلم فيها ولست طبعا فيها سبب كتير طبعا فديت أن أنا عايز أعمل معادلة ما بين المنتج وما بين المستهلك فأن أنا بعمل صواب زراعية أعمل فيها أن أنا بتيح أن الحاصلات الزراعية تكون معروضة طول السنة بأسعار مناسبة وفي نفس التوقيت أقلل من التكلفة على المنتج بحيث أنه برضو يقدر يعود عليه بربحية مناسبة لي الحاجة الثانية طبعا مشكلة المية كلنا عارفين في فترة الأخيرة كان فيه طبعا ضجة كبيرة بالنسبة للمية فلابد أن الدولة تفكر فيه مشاريع تحد من الإصراف في المية وإحنا فإن المشروع ده هيتم الراي فيه عن طريق الراي بالتنقيط الموضوع ده صحيح؟ طبعا طبعا ما هي دي الأساليب الحديثة اللي احنا دخلين عليها طبعا المشروع للإصابة الزراعية ده كل الراي فيه رأي بالتنقيط معنى كلمة الرأي بالتنقيط إن أنا بتحكم في المية بتحكم في نقطة المية اللي أنا عايزة بزبط وبعظم من استخدام الأمثل للمية في أي نقطة أنا بتحكم في كمية المية في الصوبة معدل التبخير عندي بيكون قليل معدل التسميت بيكون قليل معدل المبيدات بيكون قليل فطبعا الصوبة الزراعية بتساهم في ترشيد كبير جدا في المية الحاجة الأهم من كده إن احنا عايزين نقدم للمستهلك منتج نضيف صحيح محاصيل الزراعية بجودة عالية بالضبط كده فطبعا متوجد سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إن هو عايز يدي منتج صحي بجودة عالية مناسب للإستهلاك المصري وده هيتناسب مع طبعا زي ما ساد الرئيس أصدر توجهاته بالنسبة للوزارة الصحة في مشروع للمية مليون صحة فوزارة الصحة بدورها قامت إن هي بتعمل حملة على إن هي بتشوف الأمراض اللي كانت قبل كده فبرضو بوزارة الزراعة إن هي المفترض تطلع منتج كويس بحيث إن احنا نحافظ على الصحة اللي بعد كده صحيح لأن احنا كلنا بنشتكي فترة طويلة جدا من المحاصيل اللي بيتم رشها بمبيدات حشرية وبضرة جدا وسامة وتسيب المصريين بأمراض كثيرة جدا فنحنا نشوف منتج مصري ويكون بجودة عالية كمان صالح للاستخدام الداخلي والخارجي كمان لو هيتم يكون في تصدير متهالي دي متهالي حاجة طبعا دي فرصة كبيرة جدا إن جميع الناس القائمين على المشروع هيكون عندهم وعي كامل باستخدام المبيدات بالمصرح بيها والمبيدات بيبدأ يستخدمها حسب ما الإرشادات بتقول ويبدأ إن هو يحافظ على حاجة اسمها فترة ما قبل الحصاد ويبدأ يقلل من استخدام الأسمدة ويعمل منظومة غذائية متكاملة بحيث إن أنا في الآخر يطلع عندي محصول زراعي بجودة عالية وبيحتوي على جميع العناصر الغذائية لأن فيها أبحاث كتير قالت إن معظم الأمراض اللي موجودة بيكون سببها هو نقص عناصر غذائية فبالتالي أنا النهاردة كتر الزراعة في التربة بدون ما أنا أعمل منظومة غذائية متكاملة فبيحصل عندي إنتاج محصول بيكونش كامل العناصر الغذائية وبالتالي إنسان بيتغز عليها فبيحصل عنده نفس النقص وده بيؤدي إلى أمراض كتير موجودة طبعا يا فن أكتر عن المشروع يا فندم من حيث المساحة الزراعية المساحة الزراعية قد إيه وفي نفس الوقت إيه المحاصيلة هيتم زرعتها في هذا المشروع طبعا هو المساحة الزراعية هو المستهدف بإذن الله عمل مئة ألف صوبة مئة ألف صوبة متوزعين على مستوى الجمهورية طبعا السعيد في مساحة ممتازة يعني فيك عدد كبير من الصوبة هيتم فيه في غرب المينيا وكل مناطق السعيد في حلايب وشلاتين فيه بعض البرد الصوبة الزراعية حوالي عشر تلاف صوبة فيه طبعا فيه مدن القناة فيه سينا فيه العاشر من رمضان أربعة وثلاثين ألف يفتتح حوالي سبع تلاف ومئة صوبة في منطقة واحدة يعني ما شاء الله عليها معمولة على أحدث مستوى ومعمولة بتقنية عالية جدا طبعا المشروع مستهدف مناطق الجمهورية بالكامل ودوت هيوفر علي أن أنا ببدأ أتيح المحاصيل في أماكنها الحاصلات الزراعية تمام موجودة في أماكنها بدون أن أمتع في النقل وحاجات كده وهيتيح لي الفرصة أن أنا أوجد الحاصلات الزراعية طوال السنة بسعر مناسب للمستهلك وفي نفس التوقيت أن أنا أقدر أوفر حاصلات زراعية التي تساعدني في المنافسة العالمية وأبدأ أصدر لخارج منتج زراعي مصر كويس آه يا فندم بمناسبة فعلا تأثير هذا المشروع على أسعار المحاصيل الزراعية في السوق المحلي هيكون تأثيره عامل إزاي؟ تبتكري هيقدر أنه يزبط موضوع الأسعار شوية؟ فيه ضبط شوية في الأسعار؟ بالنسبة للسعر اللي بيحدد السعر دايما إيه؟ العرض وطلب أنا عندي عرض كويس هيبقى عندي سعر قليل عندي عرض قليل هيبقى عندي سعر علي طيب أصبط المنظومة دي إزاي؟ بأن أنا لازم أعمل حلقة التوازن ما بين المنتج والمستهلك وده هتتعمل إزاي؟ أن أنا أبدأ أشتغل بالأساليب العلمية الحديثة بالأساليب العلمية الحديثة علشان أبدأ أقلل التكلفة أو لو نفس التكلفة وعلي كمية الانتاج فدي من ضمن التوازن فأنا لما أعمل صحب زي كده وأبدأ أن أنا أقلل التكلفة في المبيدات وفي الأسمدة وفي المساحة الأرضية باستغلها على الأعلى نطاق وفي كمية المياه وفي الطاقة والحاجات دي كلها فبالتالي هطلع منتج بتكلفها وليلة هقدر أطرحه في السوق بسعر مناسب يبقى أنا عملت المعادلة ما بين المنتج والمستهلك وبكده أقدر أحقق التوازن ده هنا يا فندم كمان نقول المشروع كمان بيستهدف لإنشاء مجتمع زراعي تنموي هل في سنعات كمان هتقوم بجانب هذا المشروع الزراعي؟ ده أكيد المشروع الزراعي يعتبر حلقة أولانية بيقام عليها مشاريع كتير جدا فأنت عندك ممكن مثلا محطات اللي هي بتاعت التصدير فهذه المحطات بتتعمل ويبدأ يجيب المنتج من ممكن تعبئة وتغليف كمان تعبئة وتغليف وتصدير وإنتاج محلي وفي كل المكيس وعندنا برضو في معلبات غذائية اللي هي المحفوظة زي مثلا ما بيصنع الصلصة بيصنع النوع كتير من الطماطم والحاجات زي كده فده طبعا هيقوم عليها مشاريع صناعية كتير جدا وهيوفر معايا يعني هيبدأ يحدي من مشكلة البطالة معايا الموضوع الصوب هو فيه أوجه كتير وفيه تفسير يعني ليه مميزات كتير هتقوم سواء مباشرة أو غير مباشرة زي إيه فعند المميزات المباشرة أو غير مباشرة المباشرة اللي هم الناس المستثمرين اللي هيتم التعاقد معهم في أن هم يبدأوا يزرعوا في الصوب والعمال اللي هيتم موجودة معهم كل دوت هيحدي معهم من البطالة ويبدأ أنه هو يوفر فرص عماله أكتر صحيح فرص مريئة أكبر طبعا بالضبط الحاجة التانية اللي هي الغير مباشرة اللي هي الصيانات بتاعت السواب اللي هي المعدات اللي هتدخل فيه تكوين السواب كم دا كده فأنت عندك هنا بتعملي دايرة شو بيشترك فيها جميع الشعب المصري فيه بجميع طواقفه بجميع من صناعية من مهندسين من كيميائيين كل كله بيشتغل فيه كويسة بحكم طبعا خبرة حضرتك في مجال الزراعية يا فندم خلال وقت قدقين يقدر نحن نعمم هذا المشروع يكون موجود في جميع أنحاء الجمهورية مشروع صوب الزراعية هو طبعا التعميم عشان أنا أحدد وقت معين هو دا ما ينفعش يتحدد إنما ممكن نحن نلعبها بطريقة تانية إن أنا أبدأ أعمل عمية توعية للمزارع لازم لازم جميع الفلاحين وجميع المزارعين أبدأ أعمله توعية لي إن أنا النهاردة لما أعمل صوب الزراعية دا معناها أن أنا بوفر في الميا بوفر في الطاقة بوفر في الاسميدة بوفر في المبيدات بوفر في كل دوت وبطلع منتج أقدر أساعدك إن أنا يأما أطرحه في صور محلي بصورة جيدة يأما أقدر أصدره أبعندي منافسة عالمية مسابة حالك ذكرت كمان فكرة أن أنا يكون عندي محاصيل الزراعية طول السنة بالزبط وبعدين الحتة دي برضو لازم الفلاحين والزارعين يعني يمشوا متوازين مع خطة الدولة ليه؟ لأن أنا بفكر له إزاي يكسبهم بالزبط مش لازم كلنا بنزرع في الطماطر ما نفعش مش لازم كلنا نزرع في الفل لابد أن يحصل التوازن ويمكن نساء زيب الزراعة الدكتور عزيزة دينا بستيد يمكن أنا لسه أرى الخبر ده مبارح إن هو شكل لجنة للأمن الغذائي للتنصيق الأمن الغذائي دي هيندرك تحتها حاجات كتير أول أول حاجة إحنا محتاجين قد إيه من من كل محصول ومحتاجين نسرع من ساحة قد إيه ومحتاجين نوفره في أوقات إمتى فدية بسرعة لجنة هتتعمل هتقوم بالدور دوت فده برضو هتساهم في أن أنا أبدأ أحافظ على الحاصلات الزراعية بطول السنة وبأسعار مناسبة فلازم المزارع يبقى عنده وعي كامل وده دورنا إحنا كزراعيين وبنقوم بيه ودور برضو الإعلام ودور ناس كتير أوهي ممكن أن هي تشارك في القسارية وده هيسرع من التعميم المشروع حضرتك كمان يمكن بمجال خبرتك يعني في مجال الزراعة بتقوم بحملات توعيل الفلاحين بالذات في مكتوب عندي يعني بكيفية اختيار وانتقاء البذور اللازمة للزراعة على مستوى محافظات الجمهورية عايز تعرف من حضرتك أكتر على هذه الحملة وبتركز الحملة دي على إيه بالضبط غير يعني مساعدة الفلاحين على انتقاء البذور لمساعدتهم على الزراعة هو وجودنا مع المزارين ده شيء لازم وشيء طبيعي طبعا ومن حكم يعني احساسنا بالمسئولية احنا حتى كشركة بنحاول نفتح مجالات في جميع المحافظات بحيث ان احنا ننزل وكلنا ناس هناك بتعمل عملية توعية للمزارع وخصوصا في المجال بقى اللي هو يخصنا احنا اللي هو موضوع التقاوي موضوع التقاوي ده موضوع كبير جدا ويمكن سهدت الرئيس برضو لما كان بيفتتح الصواب يعني عجبتنا حتى ان احنا بدأنا نعمل صواب مخصصة لإنتاج التقاوي حيلا احنا كنا بنستورد التقاوي طبعا يعني كون ان احنا نبدأ ان نعمل إنتاج تقاوي في مصر حتى لو من شركاتها جنبية مش مشكلة بس تنتج في مصر فمعناها ان انا بنتج تقاوي مناسبة للجو المصري والطبيعة المصرية وابدأ استفيد باقصى استفادة منها مدام هي بتناسب الجو بتاعي فانا بقدر استفيد من اقصى استفادة لها بعلو الانتاج طبعا وبجودة المحصول صحيح فموضوع التقاوي موضوع كبير ومنقشة فيه كبيرة جدا ولكن احنا هنحاول نتصرها ان احنا وزارة الزراعة المصرية بتمتلك أصناف كتير جدا في الخضار وفي الفكهة وفي المحاصيل الرئيسية الاستراتيجية اللي هي زي الدراء والأمح والرز احنا بنمتلك أصناف كويسة جدا ولكن احنا محتاجين ان احنا نوعي المزارع انه ازاي يختار الصنف انه ازاي يختار الصنف المناسب ليه في مكانه سواء في الصعيد او في مدن القناة او في الدلتا او في اسكندرية في الأماكن دي فبالتالي احنا بنوعي ان هو ازاي يختار الصنف ازاي الصنف ده هل مناسب للبيع بتاعته والمكان بتاعه ولا لأ ايه افضل الأصناف اللي هتجيب معها الانتاجية واحب اوضح برضو للمزارع من المكان دوت ان المزارع لازم ينتقي الاصناف مش بشرط بالاسم الكبير او كان زي كده لا انا عايز المزارع يدقق ويعمق فكره شوية ان هو لازم يبقى عنده مقياس للصنف وان الشركة المنتجة ليه طب ده ازاي يعرفه يا فندم طبعا هو ده دور الشركات ودور المزارع ان هو يساعدنا ان احنا نساعده في كده واحنا بفضل الله بالله طبعا لما الناس بتجرب وكلامنا وتبدأ تشوفه على الارض الوجع فبالتالي بيكون فيه ثقة في التعامل ويبدأ ان هو بالفعل يتبع التعليمات ويبدأ يمشى عليهم يعني لو كلمنا عن متابعة الفلاحين ومتابعة المزارعين مع هذه الحملة شايف حضرتك رد الفعل عامل ازاي الناس فعلا بتتجاوب بتسمع بتزامي وحدك بذكرت بتجرب وتشوف وبعد كده تيجي تقول رأيها او يعني الرد فعلا عن الحملة بيكون عامل ازاي احنا بفضل الله طبعا يعني يمكن انا هتكلم عن موسم فات اللي هو كان موسم الامح احنا بالفعل بدأنا نحدد لبعض الناس الاصناف ويمكن وزارة الزراعة كمان متبنية الموضوع ده بكل قوة ان بنبدأ نحدد الاصناف اللي هي بتناسب كل منطقة ونبدأ نقول المزارع ازرع صنف دوات بفضل الله خلال سنتين تلاتة فاتوا بدأت الناس تعرف ان الكلام ده صحيح وبدأ انه هو يشوف المردود بتاعه على الانتاج بتاعه فبالتالي فيه ايجابية بفضل الله واحنا ما بنسيبش المزارع من البداية للنهاية حتى برضو فيه موسم جاهزة مثلا زي موسم الدرة وده يعتبر الدولة بتهتم بيه لانه محصول مهم جدا وستراتيجي والوزارة بتسع ان هي عايزة تعلي تتوسع مساحة الارض الزراعية منه بالضبط احنا بكون مرحلة بداية في القطنة وفي الامحة وكل المحاصيل استراتيجية بتاعتنا فبالتالي احنا بنحاول نقول للناس الاصناف الممتازة ايه والاصناف اللي هي تناسب منطقته ايه وارضه ايه وبفضل الله احنا ما بنسيبش المزارع من البداية حتى للنهاية من اول ما بحط البزرة بتاعته في الارض وبنتابع جميع مراحل النبات اللي عند لما نوصل للانتاج النهائي وبناخد تقارير عن كل اصناف اللي موجودة وبنقدر نقيم كل صنف وكل شركة وضعها ايه في الصنف طيب من وجهة نظر حضرتك ليه في تراجع من بعض الفلاحين او المزارعين او مش عارفة ده اسميه ايه بالضبط بس فعلا فكرة ان احنا عندنا بعد المحاصيل النقصة في مصر احنا نستورد معظم المحاصيل بتاعتنا او معظم امنين احنا معظم اللي بنستورده اللي بنكله بنستورده فحركش غيف يعني اللعب ده يكون على مين او الخطأ مفروض يكون لمين بالضبط انا مش هحمل الخطأ اللي حد بينه ولكن خلينا مش نتكلم عن اللي فات اللي فات ده اصل امره خلاص انتهى اما احنا بفضل الله لرؤية الدولة من ساعة من ساعة رئيس ميسك فبصراحة ادتنا باور كبير ان كل واحد يهتم بمجاله وبعمله مهم جدا احنا بلد زراعية مهمة جدا وبلد ميت مليون خلاص فمعدش ينفع ان انا اقول مين المسؤول ومين مش مسؤول لا احنا كلنا مسؤولين كلنا مسؤولين خلينا نتكلم عن امنيات حضرتك طيب في مجال الزراعي المصري والله احنا بفضل الله خلال الفترة الاخيرة يعني كان لما لاحزنا فيه اهتمام كبير بالزراعة وبان احنا بالفعل بنتطور وبالفعل احنا بندخلنا على مشاريع قومية كبيرة ومشروع النص مليون ونص فدان بستة رئيس بشغالين فيهم بكل قوة اه والمشاريع اللي بتخدم عليها سواء من مشاريع طاقة او مشاريع الصحاب الزراعية اخد بار بردو يعني احب اوضح حاجة في الصحاب الزراعية لان انا في الصحاب الزراعية بوفر من تلاتين لاربعين في المية من المية فالصحاب الزراعية بتتماشى مع المليون ونص ونص مليون فدان اللي بيتزارعهم فانا بوفر مية علشان دول يتزارعهم برضو يعني خطة متوازنة مع بعضها خطة متوازنة مع بعضيها انا اأمل ان احنا بطبعا مجود وزارة الزراعة ان احنا نعمل عملية توعية شملة للمزارع بترشيد استخدام المبيدات والاسمدة والمية كمان والمية طبعا مع المية دي شبكة راي صحيح احنا بفضل الله خلال الفترة اللي جاي دي تفصيناتها رايبة جدا هيكون عندنا شبكة راي يعني نوسع ان الناس تبدأ تتعامل بالمية بعمطة شبكة الراي صحيح فنأمل ان احنا نزود التوعية باستخدام المبيدات والرشادها وامتى نستخدم المبيد وازاي وايه المبيد الصالح وفترة ما قابل الحصاد ايه فاحنا عندنا جهود بالنسبة للموضوع دوات اتمنى ان الكل يشارك فيه طبعا يا قد لازم نقول زي ما حرق قلت يشارك فيه المسئولية واحدة عشان انت الغذاء سليم صحيح لان احنا نهاردة بتكلم عن 100 مليون صحة فانا وزارة الصحة بتشتغل في ان انا اعالج امراض فاتت وكده فانا احاول بقى اطلع ان انا جهزة مزبوط عشان بباشى عندي امراض اصلا اه بالضبط البقايا من الاول طيب اشكرك جدا كان معانا استاذ محمد صبح الخبير الزراعي بشكرك جدا يا فنم احنا من شكرا جدا واتمنى لك يوم سعيد اشتركوا في القناة